السلام حبوباتي ان شاء الله كاملتكم بخير وصحاتكم تكون لباس اليوم جبت لكم بيزا وعدتكم بها من قبل كاتسيزا وبوازين ان شاء الله تعجبكم مع طريقة لصوص وكل صوص جدرت فيها والبيزا ستجيش ستجيش نحتاج جاج نحتاج فرماج نحتاج كرام فراش هذا مبدئي مبارك يا البنات اليوم جبت مقلة وضعت فيها الزبدة اليوم اول من يش رح نستعمل الزيت في الفراصوس هذي اللولة رح ندير غير الزبدة نذوب الزبدة ولو عليها الفتر كما شدتوا الفتر هذراه موعلب يا البنات نحيت له المتاعو درت له ما امغلي ومبعد صفيته وزيت شليته يعني زيت ما عادي بعدها لحتو كما راكم تشوفوا في المقلة على الزبدة هذي كبه يتقلى لي ولحت عليه شوي ملح فلفل الكحل ونخليه يتب المليح في الزبدة هذيك ونزيد له شوي ثوم كما راكم تشوفوا بعد ما نزيد له هذو نخليه يعني يتب المليح اللي انا راو تقلى مليح بعد ما تقلى لي مليح نجيب مغرف صغيرة كما شدتوا التاع فارينا ولا سميد لبيم واللوح ونخليها يزيد يتقلى مليح معها بعد ما شفنا بليل فارينا هذيك والزبدة والشامبينيو وصغيرة نجيب كرام فراش ونزيد الكميه اللي نحتاجها اللي ما عندهاش يلبنات كرام فراش لوحي الحليب وكثري الفرماج وزيدي شوي ملح وزيدي شوي ملح وزيدي شوي ملح شوي زيادة بشي بنينا انا اللي هنقدرت كرام فراش وزدت الفرماج يعني حبتها تجيني بنينا 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 يعني صراحة راح جي بنينا بزاف بالطريقة هذي تبعوها مي اذا المكونات عفوان كانت قليلة قادرت ديري بمكونات بسيطة وما يشقاش ديري هاذو كامل هذي لصوص اللي ولا ويجدرت فيها نجيو للثانية الثانية راح نديرها بالتجاج جبت مقلاة حطت فيها الزيت بطبيعة الحال قصيت التجاج تعيدي مرسو صغار كما راكم تشوفوا فيه ونخلي الزيت هذيك تسخن شوية ونحط التجاج هذاك باهي تقلالي اكيد بطبيعة الحال احلو عليه شوي ثوم التجاج تعنا لازم نتبلوه بهيجينة بنين راح نديله الثوم نديله الفلفل لكحل ونديره الملح بطبيعة الحال وهذا يعني اختياري النكهات اختيارية الماء نهيك نديلوه ونخليه يتعلي ما هذاك تداعو بعد ما يتعلي ما تداعو هذيك راح يشربوه ونخليه يتقله في الزيت هذيك نخلي الجاج تعي يتقله ونروح نوجد اه اللي هنا هجبت دبشة دبشة يعني للتزيين لازم زيتها اللي كحل وراح ندير دبشة اللي يحب يدير الدبشة اللي يحب يدير كرافس اللي يحب يدير زيت والخضر كل واحد وشي يحب يدير وكل واحد طريقة نداعوه قدرة ديكوري حتى بالفرماج انا ما درتش بالفرماج لانه يعني درت بزاف الداخل وانيش حابة نزيد ديكوري به المهم لانا كما راكم تشوفوه بعد ما تقللي وشرب لما تداعو حاولت اني لي مرسوا هذوك اللي بقاولي شوي كبار ونقصهم بالفرشيتة هذيك الهنا زيت كرام فراش ومنحيش الزيت يا البنات المعلومة برك راح جيكم بنينة بنينة بزاف بالزيت هذيك تعدجاج يعني احاولي انك تدخلي هذيك الكرام فراش مع الزيت تعجاج راح جيب بنينة بزاف وتعطي واحد البنات ما رحكي لكم سرتوه بيزا بازي راح جيب بنينة وهايلا الهنا راح ندير معاكم العجينة العجينة شوفوه سهلا مهلا الهنا مدير خمسمائة قرام فارينا اللي ما عندهاش تدير الكاس ليمون فيه نعبره بهديما تدير ربع كيسان مع مرين منه انا درت خمسمائة قرام فارينا راح لعليهم مغرف كبيرا ملخ كميائية اذا ما عندكش ميزان قوتل كدير يا ربع كيسان ما تحيري ما تده شيء المهم اللي هنا درت مغرف كبيرا ملخ كميائية مغرف كبيرا من السكر شتح نقول يقول من السكر غلاسي وورا الشاملح وبطبيعة الحال اللي هنا الزيت الزيت لهم يعني فيه ثمانمائة قرام ما نحتاج يعني حاجة كبيرة راح نحتاج غير ثماني ملاعق وراني ما قصيتش ما قصيتش بحشوفو يعني بالعاني اللي راح نحتاج غير ثماني مغارب زيت اللي هنا بعد ما حطيت الفارينة بعد ما حطيت الحليب حطيت كاس حليب دافي يا البنات وبقيت ندخل مكوينت هذي كامل في بعضها كين حطيت الكاس هذا الحليب يعني راح يكون كافي انها يلمع وتكون طرية غير اذا جاتك شوية بسا ولاشتيها باللي راي عاسية زيديلها شوية ما كيماختكم بعد ما كملت لحت الحليب وصايت طرية كين حيطها زيت لها قوتراما برقب به نعجنها يعني ما زيتش خلاص لما بزاف غير قوتراما بش نزيد نكمل نعجنها وجيني أطرية المهم ها هي كيكي ما راكم تشوفو راني قاعدة هنا عجنزت لها شوية تحمى هذا فوزيت غير كمية صغيرة برقب به نعجنها ونعشنها أمليح يعني بهتدخل في بعضها ونحطها ورحيت ميكسيت كل ما مع بعضها بالبراء بهن تنم الثوم هذيك وبعدها يعني بعد ما ميكسيتها جبت تحتها في كاثرول بهن نحطها الطيب بطبيعة الحال حطيت عليها شوي فلفل لكحل حطيت عليها الزيت يعني نحط كمية من الزيت وبطبيعة الحال نحطوا عليها الثوم ساي لحناها اراني دائخة المهم نحطوا عليها طماطم المعلبة ونحطوها على نار هادية كيشغل بها يدخلوا المكوينات في بعضها هم وطيبنا هذيك الطماطم بحكي نحطوها لانو كيشغل بطبيعة ما هيش رح نخليوها الطيب بزاف لانو كلش رح يكون طايب لسوس كامل طيبين والبيتزا غير في دقيقة تتحملنا ملتحت وملفوق مخليوهاش طوول بزاف المهم الهنار اكمل طاية كيما رحكم تشوفو ستعليها طماطم الهنار اني قاعد نوجد فلاصص هذي اللي هي حليب وفرماج وشوي كرام فراش ادركوا شوفوش رح نديرو بها المهم اللي انا بعد ما اتخمرتلي البيتزا التاعي كيما رحكم تشوفو اللي عجينا عفون اللي عجينا التاعي بعد ما اتخمرت قعد تمدة زمانية رح نجي انقسمها انا 500 قرام رح تديرلي اربعة يعني اذا حاب تديري ثمانية رح تديري كيلو انا قدرت تغير نصف كيلو فارنا رح تديرلي اربعة خمزات ونجنها ونشكلها كيما هكي ما رحكم تشوفو ومن الاحسن انكم كيتشكلوها وتكوروها تزيدو تخليوها ترتاح يعني مش غير تقسموها تبدو تبغيو تخدمو فيها لالا قسموها وزيدو خليوها ترتاح تتلتقايق ولا اربعة باكي جي وتحلوها في البلاتاكم جيكم سهلة ومتعذبكم شو ما تبقياش ترجعلكم وهذهي البيتزا التاعي كي ما رحكم تشوفو فيها حلي تهم لي خلاص بهجيني ارقيقة ها هيكي زيدي ديريها بالفرشية تابها ما تطلعلك شتاعيجات رقيقة بزاف مدرة لهاش الهنا وش نحتاج نحتاج دبشا نحتاج للشامبينيون نحتاج فرماج نحتاج باتي حار نحتاج طو نحتاج لصوص داع الجاج ونحتاج لصوص لكو نخدمناها بالشامبينيون ولصوص طوماتيش يعني بطبيعة الحال راني جبت الهناي البلاتو انتاعي اللي درت فيه اللاجينة وراح نشكلها على اربعة قدلكم واحدة رح نديرها بوازي وحدها وثلاثة رح نديرهم كاتسيزو تا كاتسيزو كيف رح نشكلها على اربعة فوصول رح نديرها اعلى اربعة يعني اللي هنا درت يعني على شكل موثلث نحاول نقسم مع قيس بعضها الجزء هذا اللي اول درتوه بالشامبينيون كما رحكم تشوفوا فيه راهو جا خات ريال بنات يعني كتديروا كرم فراش وتديروا الفرماج كل ما رح يبرد كل ما رح يجي اسقيل وكل ما كان سخون كل ما رح يكون خفيف اللي هنا يعني كما شرطوا وراهم بردولي رح يجيو شوي ثقال مي ما ليش كما رحكم تشوفوا درت لي شامبينيون تقابل هال تعجاج يعني بيض يقابلوا بيض والاحمر رح يقابلوا يقابلوا الأحمر بعدها رح نجيب سوس طماطيش هذي كوندير في اللي كوتي هذو اللي بقاولي للزوز اللي هنا يا طماطيش مديرش فيها يعني لسوس طماطم مديرش فيها الدبشة بالعاني هكا بها يعني جيني كالسيزون ما جيش مخلطة بالدبشة كامل ونظركوا شوفوا يعني النتيجة رح تجيو رائعة والمذاق تحر رح يجيبنيم بزاف اللي هنا تزين وش رح ندير رح ندير طو كما قلت لكم رح تجيب الطو رح تجيب الفيتر رح تجيب الجاج و رح تجيب الباتي حار هذي هي البيضاتي والجزء الاخر رح نحط فيه دولات تاع باتي حار كيلي ما يحبش الحار يدير عادي باتي عادي وقدر تديري فيونداشي قدر تديري دجاج قدر تديكوري بالفرماج كي ما تحبي يعني يعني كل واحد وش متوفر عنده اما بالنسبة تلي شامبينيو كي ما رح تشوفوا زطيشت عليها من الفوق بهتبال لانه كي تكون فيه وسط لأصوص بيضاء ما يبانوالو و الجيهة تعد جاج درت فيها دبشة كيما هيك و ثاني في الاخير تعد طول والباتي رح نزيد عليهم شوي زيتونك حاليكا بهتجي الدعوام شبهة وباهية كي ما رح تشوفوا وهذه هي البزة تاعية كيفها جت اللي هنا بعد ما جتني بالطريقة هذي رح ندخلها يعني بطبيعة الحالفور يخليها طيب من التحت غير طيب من التحت ما خليهاش طبول لانها تتحمر في ساعة رح تشيه شيشة هذي واحدة اخرى درتها في بلا خلافها هيكي هذي جات شوية صغيرة و ثاني هذي واحدة اخرى كي ما رح تشوفوا خدمتهم كامل وبهل لحم في الفور وهذي بوازي جاية غير بدجاج و طيشت عليها الفرماج من الفك كي ما رح تشوفوا اللي هنا هذي بعد ما طابت لي وزيت عليها لصوص هذي كل اللي قلت لكم دركن نعطيها لكم في الاخير كيفها درتها يعني رح تجي بنينة بزف وهذي بوازي يعني مديرتها معاكم من قبل راني مشاركتها معاكم درتها في واحدة الروتين المهم هاي كي رح تجي تشحي و تجي بنينة وهذي ثاني هذي صغيرونة اللي رح نعتلكم هاي شوفوا كيفها رح تجي من تحت رح يتحمرت و طابت شوفوا الباطن من فك كل شي رحو طايب تجي بنينة وهذي لصوص اللي كنت قلت لكم عليها تاع الفرماج والحليب والكرام فراش يعني تحاولوا انكم زيدوا الطيش و برككا كمية قليلة على فوق تاع الجاج وتاع الفطر اللي هنا فصلنا نهاية الفيديو نتمنى انه يعجبكم الفيديو تاع اليوم وكان خفيف ضريف فعليكم غير اعذروني اليوم هذي شوية تعبانة اذا عجبكم الفيديو ما تبخلوني شبزام نحبكم و نطلعوا في رواحكم